اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأول هؤلاء الذين تيمموا مع إن كان يسخن الماء والتوضع به صلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوها لأن الله عز وجل إنما أباح لنا التيمم إذا لنجد الماء أو كنا مرضى لا نستطيع استعمالها وأما صلاة من العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم إيتارهم بعد ذلك فهذا صحيح لا بأس به لكن الذين لم يتوضوا هؤلاء أنهم لعاهل أنهم عادة المغرب والعشاء وعادة النوافل إذا شاء لأن النافلة نافلة ما شاء قضاها وما شاء لم يقضيها مما قولوا أن الهواء بارد الحمد لله فيما يتقى به الهواء الخيمة منصوبة قائمة يتقي بها الهواء استدبار الهواء إذا جعلت الهواء خلف ظهرك ما أضرك الشرط التيم شرط عدم الماء والمرأة المرأة الشرط الواحد تعذر استعمال الماء سواء بمرض أو فقد الماء أو يكون بارد ما نستطيعه ولا عندنا ما نستخدم به سبحان الله الناس إذا خضعوا للكسل صار الشيء عندهم هينة بمعنى أن يون عليهم تضيع الواجبات كان الناس السابق يسافرون في الشتاء على الجمال ويتعرضون لمثل هذا البرد أو أكثر ومثل هذه الريح أو أكثر يقفون على الغديد قد جمد أعلاه ثلجا فيكسرون الثلج ويغتصلون به يكسر الثلج ويغتصل بماء الذي تحته ويصدر لأن عندهم قوة إيمان وإن كنا لا نوافقهم على هذا الأمل لأن هذا يخشمه على النفس لكن مع ذلك ما يهتموا بها وهؤلاء يسخلهم ويقول من توضى نخاف إذا زالت سكونته نبرد سبحان الله اللهم السلام نعم نعم الله عنك بعض العوام يوجد الماء بارد يقيم مباشرة ولا يسخنه هل يؤمر بإطباء صلوات المك قد ينب نعم الذي يتوضى الذي يتيمم مع إمكان استعمال الماء بعد التصفيم عليه أن يعيد الصلاة أن يقضي الصلاة